اشتركوا في القناة الى 13 مترا في الثانية السؤال عندي كم مترا يستطيع الذئب الصغير ان يقطع في 12 ثانية بهذه السرعة طيب كيف نجاوب على هذا السؤال اولا دعونا نفهم هذا السؤال معطيني معلومة ان سرعة الذئب الصغير تصل 13 مترا في الثانية يعني الثانية الواحدة هو يقطع 13 متر طيب لو عطاني 12 ثانية بمعنى ان الثلاثعش راح اكررها كم مرة 12 مرة لان اجي 12 متر وكل ثانية فيها 13 متر اذا اقدر اقول بشكل مبسط 12 ضرب 13 طيب تعالوا مع بعض كيف نجدر نجيب ناتج هذا الضرب عدد مكون من رقمين وكذلك عدد مكون من رقمين الطريقة سهلة جدا لاحظ معي الخطوة الاولى اضرب الاحاد 12 ضرب 13 الاحاد عندي هنا اثنان اذا اقدر اقول اثنين ضرب 13 اضرب معي مباشرة اثنين ضرب ثلاثة بستة اثنين ضرب واحد باثنين ممتازين جدا ننتقل الخطوة الثانية الخطوة الثانية اضرب العشرات وين العشرات عندي في الاثنى عشر اللي هو الواحد طيب يكتب واحد لا بما انه وجد في العشرات يكتب على شكل عشرة اذا نقدر اقول عشرة ضرب كام 13 ليه كتبت العشرة لان الواحد عندي في منزلة العشرات فيكتب بهذا الشكل عشرة نضرب الآن عشرة ضرب 13 كم يساوي سهلا اخذناها سابقا كم تساوي ممتازين اولا نضع الصفر بعدين واحد ضرب 13 يساوي 13 ممتازين جدا الخطوة الاخيرة اجمع هذا عندي عملت الضرب 12 ضرب 13 اجمع ماذا قال رح تجمع النواتج وين النواتج انا عندي ناتجين الناتج الاول 26 والناتج الثاني 130 طيب اجمعها الستة والعشرين زائد المية والثلاثين طيب تعال اجمع ستة زائد صفر بستة اثنين زائد ثلاثة بخمسة والواحد يلزل اذا اثنعش ضرب 13 يساوي مية وستة وخمسة اذا يستطيع الذئب الصغير ان يقطع مسافة مية وستة وخمسين مترا في اثنى عشر ثانية دعونا ننتقل الان الى مثال اخر اوجد ناتج الضرب 13 ضرب 22 كيف طريقتها نجي الخطوة الاولى اضرب اضرب الاحاد ويه الاحاد عندي اللي هي الثلاثة ممتازين اذا اقول ثلاثة ضرب 22 طيب من يقول لي ثلاثة ضرب 22 كم يساوي سهلة جدا ممتازين ثلاثة في اثنين بستة وثلاثة في اثنين ايضان بكم بستة اذا ثلاثة ضرب 22 يساوي 66 ممتازين جدا ننتقل الخطوة الثانية اضرب العشرات احنا خلصتنا من الاحاد نجي العشرات العشرات كم عندي هنا واحد اقدر اكتبها عشرة ضرب 22 طيب من يقول يا شاطرين كم ناتج ضرب عشرة ضرب 22 كم رح يكون الناتج مبدعون ما شاء الله تبارك الله صحيح اول لان نضع الصفر واحد ضرب 2 ب2 واحد ضرب 2 كم ب2 اذا واحد ضرب 22 ب22 تبقى لدينا الخطوة الاخيرة نجمع الان نجمع ماذا نجمع النواتج يطلعت معي 66 هذه موجودة 66 220 هذه 220 الان اجمع 6 زائد صفر ب6 6 زائد 2 ب8 والاثنين تنزل اذا عندي 286 دعونا ننتقل الى مثال اخر 26 ضرب 45 بنفس الخطوات السابقة الخطوة الاولى نضرب الاحاد الاحاد كم عندي 6 اذا 6 ضرب 45 طيب دعونا نتذكر مع بعض طريقة ضرب عدد مكون من رقم في عدد مكون من رقمين بهذا الشكل تعالا نذكر مع بعض 6 ضرب 35 30 اضع الصفر وباليد 3 6 ضرب 4 24 24 زائد 3 27 اذا اقدر اقول ان 6 ضرب 45 يساوي 207 انتهيت من ضرب الاحاد نأتي الان لضرب العشرات العشرات كم عندي هنا العشرات عندنا هنا اثنين اذا تكتب بهذا الشكل 20 ضرب 45 ليه كتبت العشرين لان في منزلة العشرات اثنين اذا اقدر اكتب على شكل 20 ضرب 45 كيف نجيب الناتج هذه ممتازين جدا اولا نضع الصفر بعدين نقول اثنين ضرب 45 اثنين ضرب 45 يساوي 90 ممتازين جدا اذا انا جبت النواتج الان عندي ناتجين 270 و900 الخطوة الاخيرة ابدأ اجمع هذه 270 زائد 900 اجمع الان صفر زائد صفر بصفر 7 زائد صفر بسبعة 2 زائد 9 ب11 ممتازين جدا ننتقل الان الى تدريب اوجد ناتج الضرب 21 ضرب 24 طريقة الحل لاحظ اصفر ضرب اقترب اقترب 6 بما أن عندي عشرات إذن هو يوجد صفر في صفر عندي أضعه مباشرة الصفر هذا من وين جاء لأني الآن بضرب العشرات والعشرات كم عندي 2 إذن تصير 20 إذن فيها صفر وضعته تعالوا ضرب الآن 2 في 4 بثمانية 2 في 2 بأربعة إذن أبدأ أجمع الآن 4 زائد صفر بأربعة 2 زائد ثمانية بعشرة وباليد 1 أحط صفر وباليد 1 1 زائد أربعة 5 إذن هذا ناتج ضرب 21 في 24 ننتقل الآن إلى مثال آخر أوجد ناتج الضرب 67 ضرب 534 الخطوة الأولى أضرب الأحاد الأحاد عندي 7 إذن 7 ضرب 534 إذن نجيب ناتجها يساوي 7 في أربعة بثمانية وعشرين ثمانية وباليد 2 7 في ثلاثة 7 في ثلاثة بواحد وعشرين 21 زائد 2 يعطيني 23 ثلاثة وباليد 2 7 في 5 35 35 و 2 يعطيني 37 إذن عندي الناتج 3738 انتهيت من ضرب الأحات نأتي الآن إلى ضرب العشرات 6 في العشرات اضربها في 534 6 في العشرات إذن 60 لأنها موجودة في العشرات ضرب خمسمية وأربعة وثلاثين أول خطوة نضع ماذا؟ نضع الصفر ممتازين لأن الصفر الموجود عندي هنا على يمين الستة أضعه مباشرة الآن أجي أضرب ستة ضرب خمسمية وأربعة وثلاثين بنفس الطريقة السابقة وهذا يساوي ثلاثة ألاف وميتين وأربعة إذن ضربت ستين ضرب خمسمية وأربعة وثلاثين الخطوة الأخيرة أجي أجمع النواتج التي طلعت معي ثلاثة ألاف وسبعمية وثمانية وثلاثين وكذلك ثلاثين ألف وأربعين اجمعهم مع بعض ثمانية زائد صفر بثمانية ثلاثة زائد أربعة بسبعة سبعة زائد صفر بسبعة ثلاثة زائد اثنين بخمسة والثلاثة هنا تنزل مثال آخر أوجد ناتج الضرب اثنعش ضرب مية وأربعة أول شيء أضرب الأحاد إذن بتصير اثنين ضرب مية وأربعة اثنين في أربعة بثمانية اثنين في صفر بصفر اثنين في واحد بثنين إذن ميتين وثمانية انتهيت من الخطوة الأولى نأتي الخطوة الثانية واحد في العشرات يكتب على شكل عشرة ضرب مية وأربعة أول شيء أضع الصفر بعدين واحد ضرب مية وأربعة يساوي مية وأربعة الخطوة الأخيرة اجمع نجمع النواتج ميتين وثمانية أضف عليها ألف وأربعين اجمع الآن ثمانية زائد صفر بثمانية صفر زائد أربعة بأربعة ثنين زائد صفر بثنين والواحد هنا ينزل إذن الناتج عندي ألف وميتين وثمانية وأربعين ممتازين جدا تدريب الآن أوجد ناتج الضرب ستة وخمسين ضرب مية واثنين تعالي نشوف طريقة إيجاد الناتج الضرب ستة في اثنين ستة في اثنين شوف أرح أخذ الأحاد مباشرة الأحاد عندي ستة ستة ضربة في الاثنين باثنعش إذن اثنين وباليد واحد ممتازين ستة ضرب صفر بصفر صفر زود عليه واحد صار واحد ممتازين جدا ستة في واحد بستة انتهيت الآن من الأحاد ننتقل للعشرات بما أني انتقلت العشرات أضع صفر مباشرة أضع صفر مباشرة خمسة خمسة في اثنين الآن أنا انتقلت العشرات وضعت صفر خمسة في اثنين بعشرة صفر وباليد واحد خمسة في صفر بصفر زائد واحد بواحد خمسة في واحد بخمسة الآن تعال اجمع اثنين زائد صفر بثنين واحد زائد صفر بواحد ستة زائد واحد بسبعة والخمسة تنزل اتضحت الفكرة إذن أضرب الأحد حتى أنتهي لما أنتقل للعشرات أضع صفر لأن في العشرات عندي فأضع صفر دعونا الآن ننتقل للتدريبات تدريب واحد أوجد ناتج الضرب أربعة طعش ضرب تسعة وستين أول شيء أسوي أضرب الأحد أربعة في تسعة عندي الأحد أربعة أربعة في تسعة تساوي ستة وثلاثين ستة وباليد ثلاثة أربعة في ستة تساوي أربعة وعشرين أربعة وعشرين أضف عليها ثلاثة سبعة وعشرين ممتازين انتهيت الآن من ضرب الأحد الآن ننتقل للعشرات أول ما أنتقل العشرات أضع صفر بعدها نجي أضرب واحد ضرب تسعة بتسعة واحد ضرب ستة بستة نجمع الآن ستة زائد صفر بستة سبعة زائد تسعة تساوي ستة عشر إذن ستة وباليد واحد واحد زائد اثنين بثلاثة ثلاثة زائد ستة يعطيني كام تسعة ممتازين جدا تدريب آخر أوجد ناتج الضرب خمسة وعشرين ضرب مية وواحد واربعين أضرب الأحاد خمسة في واحد بخمسة خمسة في أربعة بعشرين أضع صفر وباليد اثنين خمسة في واحد بخمسة واثنين سبعة إذا لو تلاحظوا عندما أضرب الأحاد ما أضع أصفار ولا شيء أحاد عادي إلا إذا طالع عندي فناتج الضرب أصفار لكن عندما أنتقل العشرات مباشرة أول ما أضع صفر عندما أنتقل العشرات أضع صفر أول شيء تحت خانة الأحاد أو منزلة الأحاد بعدين أضرب 2 في 1 ب2 2 في 4 ب8 2 في 1 ب2 إذا انتعال إجمع 5 زائد 0 ب5 0 زائد 2 ب2 هي العملية جمع 7 زائد 8 ب15 5 وباليد 1 الآن 1 زائد 2 ب3 دعونا ننتقل لتلخيص درس اليوم كيف نوجد ناتج ضرب عدد من ثلاث أرقام في عدد من رقم واحد 67 ضرب 534 أول شيء أضرب الأحات أضرب السبعة في 534 ثم انتقل إلى ضرب العشرات العشرات كم عندي؟ 6 أضرب الستة في 534 ولكن بما أنها في العشرات أضع صفر أول شيء لأنها في منزلة العشرات ثم أضرب الستة في 534 الخطوة الأخيرة اجمع النواتج النواتج كم اطلعت عندي؟ 3738 و 32004 نجمع يطلع الناتج عندي 3577 شكرا لكم لحسن متابعتكم لنا ونسعد بكم في دروس اللاحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر